بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر خيره وشره ومما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي صورة النساء وهي قوله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله وقوله تعالى وفي الآية التي تليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فظاهر الآية الأولى أن الحسنة والسيئة من عند الله ومعنى أن الحسنة والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره وليس في تقديره شر سبحانه وتعالى بل حكمة وعدل وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالمعنى بسبب نفسك والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين أولا حسنات وسيئات حسنات وسيئات الجزاء وهي النعم والمصائب ومنه قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات ثانيا حسنات وسيئات الأعمال ومنه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وأما الحسنة والسيئة في الآيتين ففي الآية الأولى النعمة والمصيبة وفي الثانية كذلك على الصحيح وفسرت الحسنة بالنصر والخصب والسيئة بالهزيمة أو بالمصيبة والجذب وما أشبه ذلك فتكون الآية وما أصابك من سيئة فمن نفسك هذا الكلام بالقضاء والقدر ما قضاه الله جل وعلا لا بد وعنيت وما أراده لا بد عن يتم والقضاء والقدر من قضاء الله ومن إرادته سبحانه فالقضاء والقدر الحسنات والسيئات والمصائب والخير والشر كله من الله جل وعلا ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا يخرق ربنا جل وعلا شرا محضاء بل يكون هذا الشر بجانب خير بجانب خير والحصنات تطلق على الأعمال الحسنة الأعمال الصالحة وتطلق على الخير والنعم والبلايا البلايا التي يبلى بها عباده من الخير والشر فما كان من خير فهو من الله جل وعلا وما كان فيها من شر فهو هيأه الله جل وعلا وجعله لمصلحة تعود إلى العبد أو تعود إلى والديه أو تعود إلى أهله فهو جل وعلا يعطي الخير والشر والشر المحض لا يكون من الله جل وعلا ففي خلق الشر مصائب ومصالح كثيرة كذلك خلق إبليس به مصالح عظيمة يحبها الله جل وعلا فبها قام سوق الجنة والنار بها اتقى المسلم ربه وبها شقي العبد بعمله السيئة بخلق إبليس أغواه وأضله بخلق إبليس جعله يأمر بالمعروفة ينهى عن المنكر بخلق إبليس قام سوق الجنة والنار فالحسنة من الله والسيئة من الله جل وعلا لكنها ما تكون سيئة محضة في حق الله توارك وتعالى ففيها مصلحة كما تقدمنا في خلق إبليس فخلق إبليس شرق لكنه في حق الله تعالى خلقه لمصلحة به قام سوق الجنة والنار به قام الأمر بالمعروفة النار عن المنكر به قام الولاء والبراء به قامت أمور كثيرة بخلق إبليس فهي مصالح عظيمة خلقها الله جل وعلا فعلينا أن نعرف معنى قول المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر ليس إلى الله جل وعلا فهو يخلق الخلق وهو الخالق لكل شيء لكن ما خلقه الله جل وعلا لا يكون شرا محضا بل يكون فيه مصلحة وخير كذلك الأمضال كذلك المصائب التي تحصل كذلك الأمور التي تستنكر كلها تقع وفيها مصلحة عظيمة ومما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي سورة النساء ويقوله صلى الله قوله جل وعلا وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله إذا أصابت السيئة العبد فهي من عند الله جل وعلا لكن مها بسبب فعل العبد بسبب فعله عوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده قل كلهم من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكونها حقون حديثا ما أصابك من حسنة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فمن نفسك يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأنا كتبتها عليك وكتبها الله جل وعلا وهي لا بد أن تقع قل كل من عند الله أي الحسنات من الله جل وعلا توضلا وكرما والسيئات من الله جل وعلا كتبت على العبد إما تأديبا وإما زجرا وإما عقوبة على فعل سيئ وما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي سورة النساء وهي قوله تعالى وإن تصرم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصرم سيئة يقول هذه من نفسك هذه سيئة وتحصر سيئة يقول هذه من عند الله وإن تصرم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الكل الحسنات والسيئات من الله جل وعلا ثم ثنى جل وعلا بلاية ثانية فقال ما أصابك من حسنة من الله ومن أصابك من سيئات فمن نفسك فمنك أنت السبب في هذا أنت السبب الذي فعلت السيئة حتى عاقفك الله بهذا العقاب والحسنة والسيئة تطلقان على أمور الحسنة تطلق على النعم التي ينعم الله بها على عباده كالبر والحسان والعطاء والخير والسيئة الأفعال الجريمة التي تستحق عليها العقوبة وتطلق الحسنة على الأعمال الصالحة والسيئة على الأعمال الخسيسة المبغضة إلى الله جل وعلا ما أصابك من سيئات ومن نفسك لا أنك فعلتها وإنما أنت السبب في إيجادها أنت السبب في وجودها لأنك عملت السوء فعوقبت بهذا والحسنة والسيئة وتطلق في القرآن الكريم بإطلاقين الحسنة التي يحبها الله جل وعلا ويحبها العبد ويذني عليها والسيئة التي يكرهها الله جل وعلا وقد تطلق الحسنة على الثواب الجزيل من الله جل وعلا وتطلق السيئة على الفعل السيئة الذي يحصل بسبب العبد والحسنات مثل السيئات الحسنات الأفعال الحسنة التي يثيب الله عليها والسيئات الأفعال السيئة التي عاقب الله جل وعلا عليها وقد تطلق الحسنة على ما يوجود الله به على عباده من البر والإحسان وفعل الحيل وقد تطلق على الحسنة الأفعال التي يثيب الله عليها نعم نعم والحسنة والسيئة تطلق في القرآن بإطلاقين أولا حسنات وسيئات الجزاء حسنات وسيئات الجزاء وهي النعم والمصائب ومنه قوله تعالى وبلغناهم بالحسنات والسيئات ثانيا حسنات يسمى حسنات والمصائب يقال لها سيئات ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك فالحسنات والسيئات على هذا الإطلاق الحسنات ما يحبه العبد والسيئات ما يكرهه العبد ثانيا حسنات وسيئات الأعمال ومنه قوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات يعني إذا عملت حسنة طاعة لله جل وعلا أذهبت أثر هذه السيئة وأما الحسنة والسيئة في الآيتين ففي الآية الأولى النعمة والمصيبة وفي الثانية كذلك على الصحيح وفسرت الحسنة بالنصر وفي الثانية كذلك على الصحيح فسرت الحسنة بالنصر والخصف والسيئات بالهزيمة أو بالمصيبة وبالجدل وما أشبه ذلك فتكون الآية وما أصابك من سيئة فمن نفسك من جنس أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقوله تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المعنى تقريرا حسنا ونقل بعضه الشارح ابن أب العز في شرحه فجزاهم الله خيرا يعني وضحوا فيه توضيحا كاملا أن الحسنة تأتي بالفعل السيئ أن الحسنة تأتي بالفعل المحبوب إلى الله وإلى العبد وتأتي بالثواب الجزيل الذي يعطي الله جل وعلا العبد والسيئة فعل جريمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المشاكل وتأتي بمعنى الهزيمة والضرر الذي يتضرر به العبد فقد تأتي الحسنة ويراد بها فعل الله جل وعلا لعبده وتأتي بمعنى الأفعال الحسنة التي يعملها المسلم والسيئة تأتي بمعنى الأفعال السيئة التي يفعلها المسلم وتأتي بمعنى السيئة بمعنى الحزيمة والضرر التي يضرر تأتي بمعنى وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى ذكرها في الجزء الرابع عشر سبعة مئتين وستة وستين وفي منهاج السنة في الجزء الخامس سبعة أربع مئتين وعشرة ومن قيم ذكر هذا الكلام في بداية الفوائد الجزء الثاني وصفحة سبعمية وعشرة وشفاء العليل صفحة مئة وتسعة وخمسين ومن حجل الشالح العقيدة الطحاوية رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام كثيرا من كلامه بشرح العقيدة وأكثرها ما يبين ما يقول أن هذا كلام شيخ الإسلام لأن فيه ناس يحاربون شيخ الإسلام ولا يحبونه ولا يأون إليه ولا يأخذون بأقواله فيأخذ القول لينسبه إليه لأجل أن يقبل رحمه الله هذا العز من عبد السلام العز رحمه الله نقله صفحة خمس مئة وخمسة عشر شرح العقيدة الطحاوية وقوله وقوله من الله تعالى أي كله بخلق الله وبقدرة الله وبمشيئة الله لا خروج لشيء عن ذلك يعني كله خلق الله جل وعلا خلق الله جل وعلا منهما يحبه الله ومنهما يكرهه منهما يبغذه ومنهما يحمده وخلق الله جل وعلا لا يكون إلا خيرا لكن بقد يتضرر العبد بعض الضرر مما خلقه الله جل وعلا كالقحط وغيره من المصائب وقبله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به قوله ونؤمن بذلك كله أي بكل ما جاء بخلق الله جل وعلا سواء كان خيرا أو شرا فهو خير بالنسبة للعموم وقد يكون فيه شر بالنسبة لهذه المسألة فخلق إبليس كما تقدم لنا فيه خير وشر ما هذا الخلق الذي قام به الخير في خلق إبليس الجهاد في سبيل الله فتال الكفار الولى والبراء وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله جل وعلا وجدت بسبب خلق إبليس وهكذا فلا يقال ما خلقه الله جل وعلا محظو شر شر محظ لا قد يكون فيه خير وفيه شر فيقال ما الخير الذي فيه خلق إبليس قالوا فيه خلق إبليس قام سوق الجنة والنار قام الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله جل وعلا نعم وقوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسوله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به أي بكل ما تقدم من مسائل أي نؤمن برسول الله وبما جاءوا به عن الله جل وعلا لا نفرق بينهم ولا نقول هذا جاء به محمد نحبه وهذا جاء به موسى لا نحبه فنحب كل ما جاء عن الله جل وعلا بواسطة الرسله فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يأتون بما يحب الله جل وعلا ولا يكرهه نعم ونحن نؤمنون ونحن نؤمنون ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به أي بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لا نفرق بين أحد من رسله بل نؤمن بهم جميعا كما وصف الله المؤمنين بذلك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالكفار هم الذين فرقوا بينهم وكفرهم الله بذلك إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا فمن كفر بشيء مما جاء به الرسول فهو كافر بكل ما جاءت به الرسول لا بد أن يؤمن العبد بكل ما جاءت به الرسول سواء جاء به رسولهم أو قبله أو بعده إذا كانوا في أمة سبقت فلا بد أن يؤمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسله صلوات الله وسلام عليه ولا نشجع واحدا منهم ونصدقه ونؤمن به ونكفر بالآخر كما قالت اليهود عليهم لعائن الله قالوا من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل قالوا جبريل ذاك عدونا ما نريده لو كان غير جبريل قبلنا ما تأتي به كيف أقبل؟ كيف يبغضون عدوكم؟ قالوا عدونا جبريل لأنه يأتينا بالشدائد والمصعب هو يأتي بالخبر من الله جل وعلا وهو يأمر بما يأمره الله جل وعلا به ولا يمكن لرسول من الرسل أن يأتي بشيء من عنده كلهم رسل مصدقون مؤمنون يصدق بعضهم بعضا لا نفرق بين أحد من رسله بل نؤمن بهم جميعا كما وصف الله المؤمنين بذلك كل آمن بالله وملائكته وكتوبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالكفار هم الذين فرقوا بينهم وكفرهم الله بذلك إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كفر برسول من الرسل فأن كان من السابقين والمتقدمين واللاحقين فهو كافر بالله العظيم لو قال أنا أن أؤمن بكل ما جاءت به الأنبياء إلا ما جاء به موسى فلا أؤمن به أو كل ما جاءت به الأنبياء إلا ما جاء به عيسى كذا فلا أؤمن به نقول لا لا تورق بين رسل الله آمن بالله وبرسله كل من عند الله فالرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يقولون إلا حقا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به فكما نؤمن بجميع الرسل نؤمن بكل ما جاءوا به فمن آمن ببعض ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر لا ينفعه إيمانه فلو آمن أحد بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتها ولا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها فإنه كافر فلو قال أنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه الآية فهو كافر أنا أؤمن بكل أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر فإنه كافر يجب عليها أن يؤمن بكل ما جاءت به الرسل من المسائل المتفق عليها أنها جاءت بخلاف المسائل المختلفة بها فلا يكفر من كفر بشيء من ذلك هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين